ازا هلا هون عنا بالنسبة للطول اطلع حكينا. عنا هون رح يكون في و رح يعطيني هو المسابق رح يتحركها المسابق حطية رح يتحركها لما يصير في عندي هلا انا الوحدة اللي بستخدمها في معقول بتستخدم العقصة بس انا الوحدة اللي بستخدمها هي لاني بحس انه سهل انك انت تفهمها حسيا تحس كيف ما هذا ايش يعني معناها واضحة رح تعطيني كذا فرح احرك للأمام او للخلف كذا مليميتر او اعالى او اسفل كل ما باخد فانا رح استعمل الوحدة تبعتي وراح اسميها هلا احنا مشكلتنا ازا يجينا اخذنا بس ايونتز رح تكون هاي هاي انا ضربت في واحد نصبوط وبعدين بدي افلس من الراديان هون فراح احط 2P radians كمان ضربت انا في واحد مشيه مشي 2P radians بتعطيني 1 revolution مزبوط مزبوط وهون هلا رح نشتغو مع بعض مزبوط وبعدين عندي اه one meter رح تشتغو مع الميتر الموجود هون اليونتز النهاية شو رح تكون رح تكون P small p واعدين عندي هون P الف في اتنين الفين باي مزبوط فهاي رح تقطيني هادي رح تصير تساوي P الفين باي والوحدات مليمتر سبا revolution ها تصابعين تي هو P small T capital P بتصابع small T يعني ازا عطيتك انا small T ووحدتها مليمتر سبا revolution وكانت تتحولها ل capital P ووحدتها ميتر سبا راديين بانك تقسمها على الفين اوكي ماشي هاي قاعدة لمهم بالنسبة راح نستعملها لان احنا عادة من فضل نستعمل capital P capital P بتخلص بكل اللي موجودة نعم المسافة راح يتقدمها اول اشي ايش الهدف من ايش الهدف من بحول اللي من ايش لا ايش ايش الهدف من الى اذا انا الانبوت تبعي راح يكون راح يكون راح موت مثلا راح حط موتور او او حسب ايش المحرك راح حطوهن ورح ازيل في عندك حركة خطية هاي الحركة الخطية وحداتها مليمتر مش هين وحورة الحركة الدورانية راح يكون عندتها او العلاقة ما بين كل ما بلف يتقدم عينتي بمسافة معين راح يصميها يعني مثلا خليني افترض انو البيتش بساوي مليمتر شو معناها? يعني لو انت لفيت هذا الشافت لفيته لفي واحدة كانتين راح يتحرك هذا الحموم بمقدار ماشي وقت هذا البيتش لكن احنا الوحدة الفعلية بصح انا نستعملها هي فمنقدر نحول ما بين الاتنين يعني وحدتها مليمتر سبير رفولوشن وحدتها ميتر سبير سبير نتطلع الان على هذا لو بجينا نتطلعنا على هذا السكون مأشوف العلاقات اللي اول اشي الخطية هون انا عندي هون عمالة بتحرك بحركة دورانية وهون عمالة بتحرك بحركة خطية وخلينا افضل انو عندي هون راح اسميه كاريج كاريج معناها باللغة عربي عربي لا كاريج كاريج هي العربي العربي اللي بتتحرك ولذلك احنا هاي منزل ليها كاريج لانها عمتتحرك هون او في عندي كاريج هون عم بتحرك زي عندك في البرينتر في الليزر مش الليزر برينتر الانك جيت برينتر زي بتطلع جوه راح تلاقي في بلت وعندك هذا اللي بتحرك لحامل الكارترج هذا اسمه كاريج فهذا كاريج عربة بتحرك من هون على عندي هون في عندي في وعندي اي وعندي دي وعندي هون راح يكون بقابل هون ثيتا ووميجا والفا نزبوط فانا نطلع العلاقة بينهم العلاقة بين هدول لو يجينا اخذنا هلأ كابيتل بي البيتش كابيتل بي لو يجيت انا اسمتي الان دي على كابيتل بي راح تطلع معي هاي التنتيجة اللي هي ثيتا لانه هادي وحدتها هادي ميتر ميتر بالردين راح تعطيني هون ردين لو يجينا اخذت او اذا بنا نحطها بشكل اخر راح نقول انه دي يساوي كابيتل بي بثيتا نفس الشي لو يجينا اخذنا الان دي على كابيتل بي راح تعطيني هون طبعا ردين هون كمان بغضروا انه بي تساوي كي في اوميجا ونفس الشي هي على كابيتل بي تساوي الفة راديت فر ساكن تردين ويزان تساوي كابيتل بي في الفة شو بشبه هدول التلاتة ايش بذكركم هدول التلاتة؟ بالبولي نفس والاشي بالبولي لو انا عندي هون بولي او شيف او سبركت ايش سبركت بتختلف. على سبركت في algunها مسننات جنزير تمسك عالجنزير في حيل البولي والشيف بيعتمد على ال mystical ما بتيعتمد على خلال ما وقت تسحلس بروكت ها لانو عليها جنزير ماشي فاضح فاهمين هون عندي نفس الشي نفس العلاقة هلا هون كانت العلاقة هون هي الديرمتر دي اس وكل العلاقات هاي نفس العلاقات الموجودة هون عندي هون دي وبي و اي وهون عندي ثيتا و اوميغا و الفا ونفس الشي العلاقة بينهم هي الراديوس مزبوط هون العلاقة بينهم هي هون بحرك من حركة دورانية لحركة خطية وهون بحرك من حركة دورانية لحركة خطية نفس الشي